أكدت المديرة الأقليمية لمنظمة اليونيسف أكدت أن وفاية الأطفال أصبحت حقيقة واقعة في غزة مشيرة إلى أن عشرة أطفال على الأقل توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال غزة في ذات السياق قالت السلطات الصحية في غزة أن 15 طفلا فقدوا حياتهم في محافظة الشمال بسبب الجوع أكساد هشة وواهنة هكذا أصبح حال أطفال قطاع غزة المحرومين من الطعام والدواء فباتوا أشبه بمن يعانون المجاعة أم هؤلاء الأمهات المكلومات فيعتصرهن الألم على أبنائهن ولا يملكن شيئا يقدمنه لهم سوى البكاء والدعاء هكذا أصبح حال الأطفال والأمهات في قطاع غزة بعد أكثر من 150 يوما لبدء الحرب الإسرائيلية على القطاع سرقات تدوي من هنا وهناك داخل غرفة مستشفى الشهيد كمال عدوان التي باتت تعاني نقصا في الأدوية وخروج أغلب أقسامها عن الخدمة فهنا أم تتضرع إلى الله ليشفي طفلها المريض وهنا أم فقدت أغلى ما تملكه بسبب نقص الألبان وانقطاع الأكسوجين بسبب نقص الوقود مرددة عبارة واحدة الحمد لله على كل حال وأخرى تربط على كتف شقيقتها للشد من أزرها أكثر من 15 حالة وفا بين الأطفال شهدها مستشفى كمال عدوان بمدينة رفح بسبب سوء التغذية ونقص الألبان وسوء التغذية للأمهات لإرضاع الأطفال واستنتشار كبير للأمراض وباتت صور الأطفال على الهواتف المحمولة للأمهات أثناء لعبهم وفرحتهم قبل قيام الحرب أكثر ما يؤلمهن عندما ينظرن للحالة التي وصلوا إليها وأصبحوا شبه هيكل عظمي على هيئة طفل